أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحبوا بكم في هذه الحصة التي سنخصصها لتصحيح موضوع مقالي مركب عن تاريخ العالم وتاريخ المغرب وذلك في إطار استعداد الامتحان الجيو الموحد بحول الله في مادتي التاريخ والجغرافية دورة 2021 بحول الله إذن سنركز في هذه الحصة أعزائي على مثال تطبيقي لموضوع مقالي تركيبي طبعا دائما في المواضع المقالية أو في الوضعيات الاختبارية الخاصة بتحرير الموضوع المقالي في الامتحان الجهوي إذن غالبا المواضع المقالية المطروحة تكون ذات طابع تركيبي أو توليفي بمعنى ما تركزش على درس واحد وإنما على الأقل وحدتين دراسيتين أو أكثر والأسئلة لا تكون ذات طابع مباشر يعني ما تكونش مباشرة وإنما تكون تركيبية وتوليفية يعني يحتاج مننا الأمر إلى تفكيك عناصر الوضعية واختيار وامتقاء المعطيات المناسبة للموضوع طبعا دائما الموضوع المقالي ستوفر فيه تلاتة ديالجوانب الأساسية وهي كما أشرنا في حصصين سابقة يعني الجانب المنهجي ثم الجانب المعرفي وأخيرا الجانب الشكلي إذن فاقترحوا عليكم هذه الوضعية الاختبارية والتي وردت في امتحان جهوي سابق إذن الموضوع الاختياري الأول منطوقه إذن أكتب أو اكتبي موضوعا مقاليا يعني من مقدمة عرض وخاتمة تبرز أو تبرزين فيهما يلي أولا تعريف الظاهرة الإمبريالية ثم شرح العلاقة الموجودة بين الظاهرة الإمبريالية والإصلاحات التي قام بها المقالي المغربي خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر استعراض أهم الإصلاحات التي قام بها المخزن المغربي في المجال العسكري خلال تلك الفترة يعني النصف الثاني من القرن التاسع عشر ثم تحديد أهم عوامل فشل الإصلاحات التي قام بها المخزن المغربي خلال نفس الفترة الزمنية إذن غالبا هنا أذكركم بأن الوضعية الاختبارية الخاصة بموضوع المقالي كتكون من مقدمة إخبارية ثم تعليمات أحيانا يعني كتكون مرفوقة بوثيقة يعني كتبدأ بوثيقة ثم ما هو مطلوب وأحيانا أخرى وطبعا هذا يبقى يعني استثناءا وهو أن السؤال أو الوضعية كتكون مباشرة يعني كيكون السؤال كما هو في هذا المثال يعني أكتب موضوع المقالي أن تبرز فيه ما يلن نقطة الأولى والثانية والثالثة وهكذا إذن فالمطلوب مننا بعد قراءة متفحصة ومتأنية للموضوع هو أننا نفكك عناصر الموضوع دائما نفكك عناصر الموضوع يعني أننا نحدد الإشكالية المطروحة الإطار الزمني ثم الإطار المكاني للموضوع أو لهذه الإشكالية المطروحة إذن من خلال قراءتنا للتعليمات يتبين لنا أن الموضوع هو يرتبط ببرز الظاهرة الإمبريالية ثم إذن يعني انعكاسات برز هذه الظاهرة على المغرب الذي اضطر إلى تبني مجموعة من الإصلاحات للتصدي للضغوط الاستعمارية لكن طبعا هذه الإصلاحات باءت بالفشل نتيجة لتضافر عوامل عديدة داخلية وخارجية إذن فهذه الإشكالية المطروحة إذن الإطار المكاني فهو من خلال تعليمات يتبين لنا أنه هو المغرب في علاقته بالقوى الإمبريالية الأوروبية تحديدا والإطار الزمني فهو القرن التاسع عشر تحديدا يعني النصف الثاني من القرن التاسع عشر للميلاد إذن بعد ذلك طبعا لابد أن نقوم بشرح بعض المصطلحات والمفاهيم أو الأعلام أو الأحداث والواقع التاريخية ذات الصلة بالموضوع منها مثلا مفهوم الظاهرة الإمبريالية المحاولات الإصلاحية الضغوط الاستعمارية وغيرها إذن فهذه كلها تعتبر يعني كلمات مفاتيح أساسية لنشرحها لأنك تسعفني في عملية تحرير المقال بعد ذلك نقترح يعني تصميما مناسبا من مقدمة طرح الإشكال ثم عرض وأخيرا خاتمة وطبعا لا بد من استفاء الشروط الأساسية المقال اللي هي الجانب كما قلنا المنهاجي الجانب المعرفي وأخيرا الجانب الشكلي إذن فأقترح عليكم هذا المثال التطبيقي يمكن أن تسيروا على منواله أو تنسجوا على منواله إذن دائما المقدمة كتكون يعني في حدود سطر وان لصف سطرين تقريبا مؤطر الموضوع زمنيا وإشكاليا وكذلك مكانيا إذن ما يفيد هذه الصغة إذن حاول المغرب القيام بحزمة من الإصلاحات خلال قرن التاسع عشر بهدف التصدي لأشكال الضوء السعمارية التي مارستها عليه القوى الإمبريالية والتي استهدفت نيلة من سيادته والمسة باستقلاله بعد ذلك نحول التعليمات إلى إشكال بمعنى أن نطرح أسئلة ذات صلة بالموضوع بالتعليمات المطلوبة إذن فما المفهوم الظاهرة الإمبريالية وما علاقتها بالإصلاحات التي قام بها المخزن المغربي خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر أخيرا ما هي أهم الإصلاحات العسكرية التي أقرها المخزن المغربي وما هي عوامل فشلها ثم بعد ذلك في العرض التحليلي نحاول أن نجاوب على الأسئلة المطروحة بالترتيب الذي هو مدون في الوضعية وفي السؤال إذن تعتبر الظاهرة الإمبريالية وليدة للرأسمالية بل هي أعلى مراحل الرأسمالية هي أوج الرأسمالية بمعنى أن الرأسمالية والإمبريالية وجهاني لعملة واحدة وبالتالي يمكن أن نعرفها بأنها حركة استعمارية توسعية يعني خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين داروني من التأطير التاريخي والهدف منها هو تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ ومستعمرة بحثا عن المنافذ التجارية الأسواق مكامل المواد الأولية وغيرها مجالات لتصرف فائد الإنتاج وتصرف الفائد البشري إلى آخره ثم بعد ذلك نأتي للإجابة عن السؤال الثاني يعني ما هي علاقة الإصلاحات التي قامت بها الدولة المغربية أو المخزن المغربي بالظاهرة الإمبريالية إذن تحول المغرب طبعا بسبب ضعفها ياكله ونظمه السياسي أو الاقتصادي والعسكري إلى مجال للتنافس الإمبريالي بين مختلف القوى الاستعمارية فتعرضت طيلة القرن التاسع عشر لسلسلة من الضغوط سواء العسكارية والاقتصادية والديبلوماسية ودافعها الأساس طبعا هو احتلال المغرب وتقسيمه إلى مناطق نفوذ طبعا هذا دفع الدولة المغربية إلى القيام بمحاولات إصلاحية شملت مياد مختلفة عسكارية واقتصادية وإدارية ومالية وتعليمية للتصدي لهذه الضغوط بعد ذلك ننتقل للإجابة عن السؤال الموالي إذن بهدف مواجهة الضغوط للإستعمارية قام المخزن المغربي بتطبيق جملة من الإصلاحات طبعا هنا سنركزه فقط كما هو مطلوب على الإصلاحات العسكرية منها إنشاء جيش نظامي عصري متطور واستقدام خبراء وضباط عسكري أجانب لتدريب فرقه الحربية وتشيد مصانع للسلاح كدار المكينة وشراء سفن حربية واقتناء أسلحة متطورة من الخارج الآن نأتي إلى سبب فشل هذه الإصلاحات إذن فسبب فشل الإصلاحات التي قرأها المخزن المغربي ترجع إلى عوامل داخلية وأخرى خارجية فعلم السوى الداخلي يمكننا أن نشير إلى تردد المغاربة في قبول فكرة الإصلاح فالعامة تبرمت من هذه الإصلاحات لأنها لم تفهم منطق هذه الإصلاحات ولا مدها ثم أيضا موقف العلماء الرافض لها دون تقديم أي بديل موضوعي لأن العلماء توقفوا عند مستوى الرفض لمضمون هذه الإصلاحات ولكن لم يقدموا مع ذلك بديلا موضوعيا يمكن أن يحقق النهضة المنشودة وبالتالي تفادى المغرب السقوط في الاحتلال الأجنبي إذن فضلا عن افتقار المغرب أنذاك إلى طبقة برجوازية تقود هذه الإصلاحات كما حصل مثلا في أوروبا وفي مراتق أخرى تمكنت من تحقيق الطفرة الحضارية المنشودة ثم بعد ذلك المستوى الخارجي نشير إلى طبعا دور القوى الإمبريالي الأوروبية التي عاملت بكل ما أوتيت من قوة على عرقلة الإصلاحات المغربية وذلك من خلال دسائسها ومؤارماراتها وأيضا سقوط المغربي في فخ الاقتراد الخارجي لأن القوى الأوروبية وظفت الضغط الاقتصادي بمعنى القرض التي قدمتها للمغرب من أجل التغلغل الاقتصادي والمالي في المغرب وإضعاف جانب الدولة المغربية ثم أيضا مد القوى الأوروبية للمغربي بأسلحة فاسدة مقابل مبالغ طائلة إذن في الختام إذن لم يستطع المغرب بمحاولاته الإصلاحية التصدي للضغوط الاستعماري وهذا أدى إلى تفاقم أوضاعه خصوصا في بداية القرن العشرين وهو ما استغلته كل من فرنسا وإسبانيا لفرض الحماية عليه سنة 1912 لذلك نطرح هذا السؤال على سبيل الختم إذن ما هي ظروف فرض نظام الحماية المغربية إذن دائما الخاتمة ستكون يعني عبارة عن استخلاص قيم وامتداد طبعا دائما كناتاني كما قلت يعني بالجانب المنهجي يعني المقدمة طرح الإشكال يمكن أن نشير بصفة مقتضبة لتصميم معتمد بعد ذلك نجيب عن هذه الأسئلة في العرض التحليلي مع عنصر ربط وانتقاء المعلومات المناسبة ثم خاتمة مناسبة عبارة عن استخلاص قيم وامتداد ثم الجانب الثالث يعني إلى جانب المستوى المنهجي والمعرفي إذن الجانب الأخير وهو الجانب الشكلي طبعا الجانب الشكلي لا بد أن نستخدم ونوظف لغة تاريخية مناسبة وأن ننظم ورقة التحرير ثم أن نكتب بخط واضح ومقرؤ ونحترم علامات الترقيم إذن هكذا نكون أعزائي قد أنهينا هذه الحصة نتمنى أن تكون حصة مفيدة وماتعة في الأنفس ونوفق في تبليغ مضامنية وعناصر الأساسية طبعا إذا كانت لكم أي أسئلة أو استفسارات يمكن لكم أن تتركوها في التعليقات حتى أطلع عليها وأجبانها في حينه بحول الله وألقاكم في حصة قادمة بمشيئة الرحمن ومع موضوع آخر فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى